خليني أقول لحضراتكم بالنسبة للمطش بكرة إن شاء الله طبعاً دينا مطش بكرة في كاس الرابطة مع الإسماعيلي ويمكن نهاردة الفريق اتمرن الصبح بدري وفي يمكن دقايق أو لحظات قبل ما نطلع على الهواء ونقابل حضراتكم كان الفريق بالفعل اتحرك في طريقه الإسكندريا إن شاء الله استعداداً لمواجهة بكرة قيمة الفريق خليني أقولها لحضراتكم سريعاً مصطفى شوبير حمزة علاء مصطفى مخلوف في حراس المرمى معاهم محمود وحيد محمد أشرف محمد خليفة نصير محمد مغربي عبد الرحمن نجاح مانو ومحمد شرقية وعبد الجواد عبد الرحمن وأحمد سيد عبد النبي وكريم فؤاد محمد اللي أنا أتطمن على كريم فؤاد أتطمنكم بالمناسبة على قائمة الصوابات الأهلي دلوقتي وأحمد أشرف ومحمد محمود وفخري ومحمد فخري طبعاً وعمار حمدي اللي بيدخل القائمة وصالح نصر ورقفة خليل وأحمد سيد غريب وزياد طارق ومحمد ياسر وحسام حسن ويوسف شريف ومرة تانية بأكد أنه مستر موسيماني بيحط في اعتباره جداً جداً خدوا بالحضراتكم حتى يمكن ده مرتبط بنافل إصابات الفترة دي كورونا بتضرب بشدة وأظن يعني قبل غذليل على الكلام ده هو كاس أمم إفريقيا اللي غاب عنها نجوم كتير جداً أو ما شاركوش في البدايات بسبب الإصابات بكورونا وكمان الدولة الإنجليزية اللي احنا شايفين يعني ضربات موجعة وعنيفة العكبر الأندية اللي واخدأ أكمل وأعلى مستويات الإجراءات الاحترازية ولوقائية عشان كده فيه هاجس في حالة توتر وإحنا بنقرب من كاس العالم وخصوصاً مع الإصابات اللي بتحصل يعني أكرم توفيق مع منتخب مصر بدر بنون مع منتخب المغرب طبعاً يرجعوا لنا بألف سلامة لكن اتنم الأسماء المهمة جداً والمؤسرة جداً ويقدر تقول من الهيكل الأساسي لسكواد النادي الأهلي غابوا بشكل أساسي خلاص عن مشاركتهم في كاس عاملان دي فمن النهار ده مستر المسلماني بيحسب أو خاطت في حساباته جداً جهزية أو الحفاظ على اللعبين الموجودين لأقصى درجة عشان نقدر نوصل إن شاء الله كاس العالم بأحسن أوراق عندنا عشان نعمل بطولة نكح عشان كده والحمد لله يعني أنا كنت مراهن على أنه كاس الرابطة تبقى فرصة أكتر للأسماء الشباب اللي طالعين وشوفنا منهم ولاد حقيقة أثباته ووجودهم في مطش الجونة ونتمنى إن شاء الله محطة إسماعيلي كمان بكرة تقدم لنا وجوه جديدة ولكن طبعاً فرصة كمان عمار بيشارك كريم فؤاد الحمد لله طمين عليه ويشارك حسام حسن برضو واحد من الأوراق المهمة جداً جداً واللي جماهير نادي الأهلي حط عليها كتير الموسم ده هيشارك يعني برضو فرصة لتجهيز الناس اللي ممكن تكون بعيدة